ما سر الآذان الكبيرة للفيالة؟ في مقال نشرته مجلة ريدز داجست الأمريكية قالت الكتبة كايلتين شامبرلين إنه على الرغم من أن البعض يفترض أن امتلاك أذنين كبيرتين يرتبط دائما بالتمتع بحاسة سمع حساسة للغاية فإن هذا لا يصح دائما وفي الواقع تعد آذان فيالة كبيرة جدا لسبب مختلف عما يعتقده الكثير من الناس مكيف الهواء تصنف الفيالة ضمن الحيوانات الضخمة حيث يتراوح وبزنها بين الخمسة آلاف وثلاثة آلاف رطل أي حوالي خمسة آلاف وتسعمائة كيلوغرام لذلك تلعب آذانها الكبيرة دورا كبيرا في الحفاظ على برودة جسمها وبحسب سارا كونلي منسقة الحفظ في مؤسسة الفيالة الدولية آذان الفيالة الكبيرة تساعدها للحفاظ على برودة أجسامها وغالبا ما تقارن آذان الفيالة بالمشعاع حيث تحتوي على أوعية دموية كبيرة يمكن رؤيتها من الجزء الخلفي من الأذن وينتشر الدم من خلال تلك الأوعية ويبرد ثم يستمر في الضواران ليقوم بتبريد بقية الأعضاء في الجسم قد تشاهد الفيالة وهي ترفرف بآذانها كالمروحة وعندما تفعل ذلك فإنها تستخدمها فعليا كمراوحة كبيرة مما يساعدها على الشعور بالبرد ويقول ويلي تيسون مدير برنامج الفيالة في حديقة حيوان بيتسبرغ أذان الفيالة تساعد على تعزيز الدورة الدموية داخلها مما يساعد بدوره على تبريد الجسم بأكمله غدد عرقية محدودة لا تملك الفيالة الكثير من الغدد العرقية التي تحول دون ارتفاع درجة حرارة البشر والحيوانات الأخرى وفي هذا الشأن تقول كونلي لا تملك الفيالة غدد عرقية باستثناء ما فوق أظافر القدمين لذا فإن الأذنين الكبرتين تعدان بمثابة مكيف يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم ونظرا لأن الفيالة تميل إلى العيش في المناخات الحارة نسبيا فقد يتسبب التعرق في جفاف أجسامها اختلاف الفيالة والآذان يختلف حجم الأذن لدى الفيالة باختلاف الفصلة التي تنتمي إليها وفق لكيسون فإن للفيالة الإفريقية أذن الأكبر من الفيالة الأسيوية ويستخدم الباحثون أذن الفيالة كوسلة لتحديد هويتها وتقول كونلي من الطرق السهلة لتمييز الفيالة الأسيوية عن الفيالة الإفريقية أن أذن الفيالة الإفريقية تكون على شكل خارطة القارة الصمراء تستخدم الفيالة أذنها من أجل التواصل فيما بينها وتشير كونلي إلى أن الفيالة في البرية تفتح أذنها للتحذير من وجود خطر ما أو للتخويف أو لإظهار الإطارة وتضيف عندما تمد أذانها فهي تشير إلى أنها تسلط تركزها على شيء معين أو تستمع إلى آخر بالإضافة إلى كونها مكيفة هواء تسهم أذان الفيل في تمتعها بحاسة سمع حادة وفي هذا الصدد تقول كونلي بفضل حاجة أذنيه للكبرتين يتمتع الفيل بحاسة سمع ممتازة تساعده في رصد التهديدات ويضيف ثيسون قد تساعد أذن الفيل الكبرتين في توجيه الأصوات إليهما لعونا يا حبائنكم قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو المصدر هو الجزيرة دمتم سالمين